وبنهاية اليوم السعودي الجميل بامتياز اخترت لكم قصيدة لشاعر سعودي كارثة اسمه مدغم أبو شيبة بيقول فيها البارحة من ضيقت الصدر محسوس غابت علي الشمس في راس قمة رجلي على جمرة وكبدي على موس عامين والثالث على اخر ما تمه صديت عن وادم بهالحبل ممسوسه عن وجه ابن عمه نهين ابن عمه ما قلت جعل الروس تفدالها روس اقول وجه تمدحه لا الذمه لكن بيت الضر والنمل والسوس ما هو بيت اللي كبير ام عمه الناس نبت بروسها ريش طاوستي فأخروا لي ننكر العبد عمه ما كل جاسوس نسميه جاسوس لو نعرف اللي يوكله بالمهمة واللي معه دفتر سندات وفلوس ويرهن مقابلها كرامة وذمه يعطيك في الحسنى ندوات ودروس ويصرف لك الاخلاق من راس كمه انعاف ما كنا الطمع فيه مغروس وانطمع فيه حاجة نسي يا ابوه ومه ما نوس يا الوادي والانتب ما نوس مهم ولا فيك حاجة مهمة اللي على جالك يصيدون جاموس واللي وراهم يأكلونك يأكلونه بدمه ذيابتك نجسه وفي رانك نجوس من طحت بين يديه وداك فمه يا مملكة صدري من القوس للقوس من لا يهمك لا تشيلين همه جدا الولد منحوس وابوه منحوس جام نظهره وقال لبليس سمه اهون علي اعيش منفي ومحبوس ولا تنبعث ريحة خيانة وشمه اهون علي اعيش منفي ومحبوس